انسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لضمان وصول فيديوهاتنا لكم نحتاج 250 غرام من اللحم المفروم سنزيد عليها زوج فصوص تعطوم مرحيين نزيد عليها مع دنوس نقطع رجيك ندير الملح لحسب الدوق نزيد الثوابل نضيف الكفتة و قرفة نخلط الكفتة مع التوابل حتى تندمج كل مكونات نضيف الكفتة هنا سوف نحضر إنسوس طومات بالبصل قدرت زوج حبيت البصل أخضر مقطع رجيك مع قليل زيت والملح و خليتهم يتقلوا في المقلات نضيف الكفتة فقط نضيف الكفتة سوف نضيف الكفتة نضيف الكفتة نضيف ملعقة صغيرة من الطماطش مصبارة ونحركوا مليح ونجعلها تطيب نضيف ملعقة صغيرة من الطماطش الأحمر ونحركوا مليح ونجعلها تطيب نضيف ملعقة صغيرة بالكتب تعليمًا على طمطات الخطوقة ونضيف ملح ونضيف ملح نضيف مرحقة ب港ات النوز ونقوم بتخلط نضيف ملحة ونضيف ملحة نأخذ كمية من هذه البطاطا نحلوها في الواسط ونقوم بها نصف حبة جبن أو مربع صغير من الجبن ونكوروها كوايرات صغار على هذا الشكل نأخذ كمية صغيرة من اللحم المفروم ونبسطوها شوية في دينا ونزيد ونحطوه في الواسط نحطو ديك الكورن تاع البطاطا ونلفوها باللحم المفروم نكوروها هكا حتى نشكلو كوايرات نأخذ حبات عبيض الفارينة والشابلور باش نرمضو فيهم الكوايرات ستاع الكفتة أولا نرمضوها في الفارينة ونبعد نحطوها في البيض ونبعد نديروهم فلاشة بليوخ نقلوا الكوريات تاعنا نتاع اللحم المفروم في زيت يكون غزير شوية وسخون نقلوا الكوريات تاعنا بكل الجوانب حتى تاخذ اللون الذهابي ونبعد ننقلعوها ها هما الكوريات انا وجدين ننتظر لكم شهية طيبة ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم نقول لكم تبقوا على خير في فيديو آخر ان شاء الله مع السلامة اشتركوا فيierung اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة